أفريقيا الأمل لن تكون شعراً بعد الآن فها هو نجاح جديد تسعى القارة إلى إنجازه ممثلاً في واحد من أكبر المشروعات التي تسهم في تنشيط حركة النقل ما بين الدول الأفريقية بطول عشرة ألاف كيلو متراً وأحلام مئات الملايين من أبناء القارة السمراء يخترق محور الإسكندرية كابتاوين خمسة عشرة دولة إفريقية قاطعاً رحلة تجارية من أقصى إلى أقصى في أربعة أيام فقط بعد أن كانت تستغرق شهوراً مشاهدين الكرام تفاصيل أوفى حول هذا المشروع مع الزميل رجائي إليك رجائي أهلاً بكم المشروع الأضخم في القارة الإفريقية مشروع محور الإسكندرية كابتاوين البري هو أحد المحاور الرئيسية لتجارة مع إفريقيا يهدف إلى نقل البضائع من الإسكندرية حتى مدينة كابتاوين في جنوب إفريقيا مخترقة نحو خمسة عشر دولة إفريقية عن تفاصيل المشروع تفاصيل المشروع طوله 9700 كم تقريباً يشمل المشروع تسعة محاور طولية وعرضية وذلك لربط دول القارة الإفريقية ببعضها من هذه المحاورة تسعة نصيب مصر محورين يتمثل في محور الإسكندرية داكار من المحور من مدينة الإسكندرية مروراً بتونس وصولاً إلى داكار في السنغال من أجله تم إنشاء الطريق الساحلية الدولي يصل إلى السلوم ومنها إلى ليبيا فيما له صلبي المحور الأول المحور الثاني وهو محور الإسكندرية كيبتاون من الإسكندرية شمالاً في مصر ومروراً بالمدن السودان وتنزانيا والزينباوي إلى جنوب إفريقيا في كيبتاون كما نرى هنا على الخريطة خط سير المحور كما ذكرنا كيبتاون بعد وصوله إلى السودان يصل إلى قادمة من مصر ينطلق إلى أديسة بابا في أثيوبيا منها تحديداً إلى كينيا مروراً بتنزانيا ثم زينباوي إلى زامبيا أو زامبيا ثم زينباوي وصولاً إلى جنوب إفريقيا في هذا الصدد مشاهدين مع إنشاء طريق توشكا أرقين بطول 110 كيلومترات وصولاً إلى طريق دنقلة الخرطوم تكون شبكة المواصلات المصرية السودانية قد اكتملت فيما له صلة بالوضع الآن المحور جاهز حتى مدينة أديسة بابا لعبور الشاحنات بين مصر والسودان بمسافة نحو 3000 كيلومتر من الأسكندرية في مصر حتى العاصمة الإثيوبية المحور يشمل إنشاء أكبر منطقتين لوجستيتين في أرقين وقسطل وذلك على مساحة مليونين وأربعمائة ألف متر نبدأ بميناء أرقين البري وهو على الحدود بين مصر والسودان تكلفت إنشاء 93 مليون جنيه المحور الثاني أو ميناء الثاني هو ميناء قسطل يقع شرق بحيرة ناصر تكلفت إنشاء تبلغ 47 مليون جنيه يتم التنفيذ على ثلاثة محاور هي المرحلة الأولى المرحلة من الأسكندرية إلى في معبر قسطل الحدودي بين مصر والسودان الثانية من ضنقلة في شمال السودان وحتى العاصمة الأثيوبية في أديس أبابا أما المرحلة الثالثة فتمتد من أديس أبابا وحتى نيروبي في كينيا ومنها إلى جنوب إفريقيا إذن هذا كان هذا من مشاهديننا كل ما لدينا نظرة سريع حول المشروع الأطخم من الأسكندرية إلى كيب تاون عودة إلى الزمناء أشكرك رجاء رمزي على هذه التفاصيل الكثيرة حول هذا المعبر المهم جدا الذي سوف يكون نقلة اقتصادية كبيرة للقار الأفريقي